لما نحكي عن تطبيق رؤيا كيدز ما هو تطبيق رؤيا كيدز؟ بدايةً تطبيق رؤيا كيدز إحنا كرؤيا كيدز من آمن بالتعلم عن طريق اللعب يعني كل شيء منعمل بالتطبيق من محتوى والعاب وقصص وأغاني لازم يكون سريع خفيف لطيف معلومة ممتعة بتوصل المعلومة أسرع للطفل كل المحتوى تبعنا بهذه الطريقة مصمم طبعاً تطبيق رؤيا كيدز هو تطبيق تعليمي ترفيهي مشوق محتوى آمن أهم إشي مطور مع التعاون مع خبراء تعليميين لمرحلة الطفولة المبكرة من عمر سنة إلى ستة بلس إي إلى الثمانية لمرحلة الطفولة المبكرة موجود بكل العالم مبنية على أهداف تعليمية متعارف عليها عالمياً يعني بغض النظر عن المدرسة أو المناهج اللي هن بيستعملوها بيقدروا نفس المعلومات توصلهم نعم طبعاً هو عبارة عن مصادر تعليمية تمام لارا يعني إحنا بدنا نحكي يعني إحنا قلنا التطبيق رؤيا كيدز من سنة تقريباً لثمان سنوات وفي خبراء قاموا بتصميمه اليوم هو موجود على كل المنصات فاليوم يعني إنتم موجودين وين؟ وين بلاقي رؤيا كيدز عم يستخدر رؤيا كيدز موجود على الأب ستورز يعني على جوجل بلاي الأبل ستور هواوي أب غالري وكمان على رؤيا كيدز دوت كوم يعني أي حد عم بيشوفنا هلأ بقدر ينزل التطبيق من وين ما كان بالعالم وين ما كان يعني كان بأستراليا كان بأميركا يعني إحنا من البطن العربي طبعا إحنا طلقتنا من الأردن البلد الأم البطن العربي كامل أوروبا أميركا أستراليا كندا وبنستهدفهم خاصة بالحملاتنا الإعلانية لأنه عشان كتير في عرب هناك بدهم يعلموا أولادهم بالضبط على اللغة العربية فإحنا منساعد الطفل بفعل يعني اليوم هذا التطبيق موجود عليه محتوى آمن جدا للأطفال ممكن الشخص أو الأهل يحطوا هذا التطبيق بين إدين أولادهم يتعلموا في عربي مواد غير منهجية وبنفس الوقت في ترفيه وفي جيمز وفي ألعاب فممكن يستفادوا منه على كل الطرق طيب بدنا نحكي اليوم الناس نزلت التطبيق وحطتها بين إدين أولادها كيف بدهم يعرفوا أولادهم شو حضروا كيف بدهم يعرفوا إيش لازم يحضروا أولادهم كيف ممكن يعملوا جدول لأولادهم كرمال يستفيدوا من تطبيق قوائم نعم صحيح لا أوش بد أحكي عن المكتبة إحنا عنا مكتبة كتير ضخمة بتتحدث باستمرار أسبوعيا لأنه في عنا مشتركين وفي عنا كتير حوالي 75 ألف على التطبيق اليوم في عنا مكتبة الغاني كله طبعا تعليمي ترفيهي أصير في عنا كتب مصورة طبعا الكتب تسمعيها بتشوفيها بيقدر يقرأها الطفل بيقدر يتبع على النص عشان يتفاعل مع كل حواسه نعم عم نشوف المكتبة نعم وفي عنا كمان هذه الأغاني هلأ بنروح لكمان للقصص هاي مكتبة القصص طبعا هاي في تحديث مستمر وإحنا مركزين على مكتبة القصص هذا من إنتاجنا لهيئة في عنا إنتاجات أصلية حصرية مش موجودة غير على رؤية كيدز وفي عنا طبعا عم نتعاون مع كتاب معروفين في عنا مجموعة قصصية كتير كبيرة نازلة الأسبوع الجاي هاي تابعوها تابعونا على السوشال ميدا عشان تعرفوا أخبارنا موجود مع الكاتبة المعروفة طبعا على مستوى البطن العربي والعالم تغريد النجار نعم أكيد من وجهها لتحية أكيد وأكيد نحن نعرف الإنتاجات هذه أدي رح تكون مهمة ومختلفة ومميزة وتثري المكتبة صحيح وفي عنا كمان بعد المكتبة هون جينا للألعاب الألعاب تتطور هاتي بقسم عنا هون برؤية برؤية كيدز نعم ضمن طريق رقمي مبدع صراحة فطبعا الألعاب قصيرة زي ما بتشوفوا بنركز على ألعاب نوعية بتساعد على التركيز بتساعد على تعليم الكلمات يعني عم نشوف مجموعة كتير كبيرة وعن جد رسومات قريبة للشخص هيكي والطفل عم نشوف كمان أنه واضح أنه فيها معلومات قيمة وواضح أنه هي عن جد عم بتساعد الأطفال سواء على الحساب سواء على اللفظ على الكتابة وبشكل عن جد يعني بشكل أنه فيه ترفيه وفيه لعب طيب إذن اليوم عم نشوف تحديثات مستمرة على تطبيق رؤية كتير حدثينا عن هذه التحديثات هلأ فينا نوعين من التحديثات بعنا تحديث المحتوى اللي هو على طول إحنا منضل نزل المحتوى سواء إحنا منصنعه سواء منتعاون مع ناس معروفين ومنحب نتعاون مع أسام جديدة صراحة منحب ندعم الأفكار الجديدة كمان وفيه عنا كمان التحديث اللي هو تبع الابليكيشن نفسه إحنا كتير مهم عنا صورة الاستخدام للطفل نعم فيه عنا اليوم تحديث بدنا نعلن عنه صراحة والكل ينزله أو يعمل تحديث للافكيشن فيه عنا تقرير الطفل هذا بيخلي الأهل الكيرتيكر أو المدرسة إنه يقدر يتابع الطفل إيش عم بيشوف وكم مرة حضر المحتوى وإذا بده يوجهه لإشي معين بيقدر يحضر له قوائم ويعمل يحطها بالفيفوريت يعمل بلايليست وبقدر يختار الوقت من مثلا بدك تشوفي بشهر تسعة شو حضر الطفل شهر واحد تسعة لثلاثين تسعة شو حضر الطفل وإذا بده كمان بتقدر تطلبه ينبعث لك إيميل وأنا بنصح يعني صراحة أصرينا عليها لأنه بقدر يصفي زي أرشيف عنده نعم لحتى يعرف الأطفال يعني مقدم الرعاية سواء كان أو الوالدين بعرفوا الأطفال أو المدرسة أو المدرسة بعرفوا الأطفال كيف ممكن يستفيدوا من محتوى رؤية كدس فيه اتفاقيات عديدة عم بتقوموا بتوقيعها وفيه الأسبوع اللي فات قمنا بعرض توقيع اتفاقية جميلة جدا وأكيد نوعية مع مؤسسة عبد الحميد شمان حطينا عن هذه الاتفاق صحيح طبعاً إحنا برؤية كدس وبرؤية منحب التعاون مع الكل منحب نشتغل مع الكل هاي الاتفاقيات اتفاقية مؤسسة شمان فيها إطراء كتير فيها إضافة نوعية لرؤية كدس إحنا ندعمهم هنا ندعمونا بعملوا قاعدين محتوى كتير حلو رقمي بترفيه قلة بالإنتاجات محتوى الرقمية للأطفال فلازم نركز مع بعض ونشتغل مع بعض لإطراءها وإحنا بالأردن يعني كتير شاطرين بالوطن العربي كتير فيه مواهب فإذا منشتغل كل ياتنا مع بعض بطلع إشي كتير حلو فعم نعمل فعم ناخد هلأ المحتوى اللي هنم مشتغلين وحبناها فراح نساعدهم بنشره وكمان قررنا أن نشتغل مع بعض محتوى جديد نعم نعم إذن يعني هناك إنتاجات أصلية موجودة برؤية كتير ومش غير موجودة إلا على هذا التطبيق وأيضا هناك شراكات إحنا في الطريق إليها سواء كانت عن طريق تعاوننا واتفاقيتنا مع معبد الحميد شمان أو مع مؤسسات أخرى أو مؤسسات أخرى محلية كمان شراكات محلية كتير مهمة بالنسبة لنا وشراكات العربية وحتى الشراكات العالمية أي حدا مهتم بتنمية المحتوى الرقمي للطفل لو لها لأ ما تواصلنا معاه يتواصل معنا صراحة وفيه كمان كمان بيبدأ أحكي عن المسؤولية الاجتماعية رؤية كتز لأنها لأنها للطفل فمن أول يوم حسنا بالمسؤولية الاجتماعية فتحنا رؤية كتز لأطفال مركز الحسين للسرطان لأنه إحنا إيش هدف رؤية كتز هو توصيل المعلومات ونساعد الطفل بالمصادر التعليمية ويستمتع ويتعلم بدون ما يحس ونساعده يعني سواء متعلم بالبيت بالمدرسة وين ما كان يكون نساعده مشوار حياته بالزبط يعني فتحنا لأطفال مركز الحسين بالفترة اللي بيكونوا موجودين فيها وطبعا وإنما بدهم نعم إذن يعني اليوم عم نحكي عن تطبيق كامل متكامل دائما في صدد التحديث والتغيير والتنويع شكرا جزيلا لإلك لارا الصفدي زميلتنا العزيزة وكل التوفيق أكيد لكل فريق رؤية كتز اللي احنا منعرف قديش عم تشتغلوا من قلبكم عليه موسيقى و